اعتراف صريح من رأس الدولة بالاحتجاجات هل يعكس ذلك حقيقة حجم القلق لدى إيران من هذه المظاهرات أولاً أنا أستغرب بالقيادي الإيرانية أو أي قيادي من دول المنطقة أيضاً بعدم الإقرار بأن هناك أزمة اقتصادية حقيقية وبالتالي هذه الأزمة تتداع على المجتمع وخصوصاً على الفئات الأقل ثراءاً وهذا يحصل تماماً في أي دولة في العالم بما فيها الدول الغنية وهذه الدول تعبر عن ذلك عبر الخروج إما باعتصامات إما بمظاهرات إما بإضرابات ويتم التعامل مع هذه الظواهر دون نفي ودون إنكار وبالتالي لا أعرف إذا كان هذا اعتراف أو عدم اعتراف أعتقد أن المرشد ربما لأول مرة يتناول هذه المسألة ويعتبرها بشكل أو بآخر ظاهرة يجب التعامل معها كان لدى المرشد أيضاً موقف لافت عندما انطلقت الحركة التشرينية في العراق كما في لبنان أيضاً وكان اعتبر بشكل أو بآخر أن هذه الحركات حركات ربما مرتبطة بأجندات خارجية لا أعرف لماذا هذا الربط بين ما هو داخلي وما هو خارجي هذه من الديناميات النشيطة لأي مجتمع بالخروج والتعبير عن المتعاض وأن هذا المجتمع كما حدث في إيران عدة مرات عاد إلى بيوته وعاد إلى السكينة عندما استطاعت هذه الدولة أن تلبي حاجات معينة ولو بالمستويات الخفيفة الآن هل هذه تعتبر حتى حركات بإمكانها أن تشكل قلقاً للنظام السياسي في طهران حتى الآن لا أعتقد ذلك لكن ربما بأن يقوم النظام من خلال رأس السلطة بالتعبير عن هذا الموضوع وبتناول هذه المسألة ربما هذه بداية اعتراف بأن هناك مشكلة ويجب علينا حلها بغض النظر عن ما سيحصل بعد ذلك في فيينا وما فوق فيها طيب هل فعلاً حسب الرواية الرسمية الإيرانية هل هناك استغلال لهذه المظاهرات؟ الاستغلال طبعاً موجود وهو موجود في فرنسا في بريطانيا في أي دولة أخرى وعادة ما تخرج جماعات عنف على هامش المظاهرات المطلبية التي تخرج هنا وهناك المشكلة أنه حتى عندما تخرج هذه المظاهرات في دول معينة تعتبر أنه هناك نوع من الفوضى التي يتم تفعيل بهذه المناسبة دون اتهام حتى هؤلاء الفوضويين بأنهم مرتبطين بشكل أو أخر على كل حال بشكل واضح أن الحكومة عندما ترى أن هناك من هو مرتبط عليها أن تعتقل وأن تحاكم وأن تقدم إلى المحاكمة وأن تعاقب هي أولاً ثانياً أن تكرار كلما حدثت عملية اعتراض يتهم فيها هذا المعترض بالعمالة أصبح اتهام موجود ولم يعود يشكل صدلة يعني لا أحد حتى الآن يعتبر نفسه فعلاً متهم إذا كان قيل عنه أنه عميل هذا يعتبر أنه بشكل أو بآخر هو معارض وهو معاند لكن بكل الأحوال أن أعتبر حتى الآن وما يجري في إيران دغم كل هذه الصور التي تخرج ما زال تحت الصقف المقبول وإيران أعتقد أنها مرت بظروف أقصى وفي عام 2009 بما أسميه بالمسيرة الخضراء إثر انتخاب مجاد كان هناك كثير من التعويل على شيء معين قد يتحرك أو قد ينقلب لكن ذلك لم يحصل ولا أعتقد أن الأمور ذهبة بهذا الاعتبار ولا أعتقد أيضاً أن هناك في العالم من هو يخطط لقلب النظام في إيران لا أعلناً ولا سرناً بغض النظر عن الأجندة الإسرائيلية المعلنة جهاراً في ضرب أهداف إسرائيلية وفي تقويض البرنامج النووي فقط دون ألمس بجوهر النظام مستقبل الأوضاع الاقتصادية على ما يرامع في إيران بحيث لا يوجد تلك المعاناة القاسية للمواطن الإيراني نحن لا نعرف لكن على الأقل نعرف من خلال التحركات بالشارع التحركات نقابية تحركات لا علاقة بالمهن إلى موضوع أدراب المعلمين وكل ذلك وليس جديداً كل سنة سنتين كل شهر شهرين هناك حركة بهذا لكن بكل الأحوال يجب عدم المكابرة أن إيران دولة من دول العالم وعندما تكون هذه الدول تخضع لهذه العقوبات الصارمة بأشكال مختلفة منذ أربعين عاماً حتى الآن فيفترض أن هذا الاقتصاد أن لا يسير بالنسبة التسيير الكامل وأعتقد أيضاً أنه قد يمكن أيضاً لهذا الضغط الداخلي الشعبي داخل إيران أن يدفع الحكومة أو صاحب القرار في إيران إلى أن يتعامل مع الوضع في الخارج نتحدث خصوصاً في موضوع من فوضات فيينا أو البرنامج النووي أو العلاقة مع الخارج على ضوء هذه الضغوط الداخلية طبعاً هناك ضغوط خارجية أيضاً والحقيقة أنا عندما بدء الحديث عن هذه الحركة الداخلية لم أصدق كثيراً حتى أنني اعتبرت أن هناك مبالغة وربما من يبالغ في هذا الموضوع هي الحكومة نفسها لتبرير تنازل أو تسوية ما هي ذاهبة باتجاهها إلى فيينا وهذا ما حصل فعلاً عندما أتى المبعوث الأوروبي وفجأة أعيد تفعيل المفاوضات قبل أن تنهار بشكل أو بآخر مع مسألة تصويت المحافظين الدولية للتقدرية كيف تصف الآن ما يحدث؟ المفاجئ في موضوع إدارة بايدن أن الرئيس جو بايدن وعد بالعودة للاتفاق النووي عندما يصل إلى البيت الأبيض ونعرف تماماً أن الرئيس ترامب خرج من الاتفاق النووي بمرسوم من البيت الأبيض وكان منتظراً أن يعود جو بايدن إلى الاتفاق النووي بمرسوم من البيت الأبيض لكن كان واضح جدا أن قرار ترامب كما قرار بايدن ليس متعلق بشخص الرئيس الجمهوري أو الديمقراطي هو متعلق بقرار أمريكي صادر عن المؤسسات الأمريكية وما على الرئيس إلى اتباع ذلك وإذا كنا نشك أنا فعلا عندما دونالد ترامب هذا المتخصص في العقارات ذهب في أهم قرار بالنسبة إلى خروج من الاتفاق النووي كنت مستغرب جدا وخصوصا أن هذا الرجل ليس له أي خلفية سياسية وأي خلفية إديولوجية بإمكانها أن تقود إلى ذلك لكني كنت على قناع أن هذه مصلحة أمريكية وقد طلب من الرئيس تنفيذ هذه المصلحة وثبتت نظريتنا بكل تواضع مع جوبا أيضا واضح أن الولايات المتحدة الغرب يحدث كثيرا أن هذا الاتفاق لم يعد كافيا ولم يعد ممكن الاستمرار به كما هو نحن لا نعرف ما هو الحاصل حاليا في تفاصيل هذه المفاوضة لا نعرف شيء حتى لا نعرف شيء عن المسودة قيل لنا أن العائق الأساسي هو موضوع إقحام رفع الحرس الثوري عن قوائم الإرهاب والحكم لم يقول ليست هذه المشكلة وزير الخارجي الإيراني لم يقول ذلك ثم بعد ذلك لا نعرف أيضا لماذا ذهب الرافائل جروسي إلى إسرائيل لا نعرف أيضا لماذا اكتشفت هذه الوكالة هذه البقايا النووية في بعض المناطق ثم أن هذه الهيئة هي ليست هيئة التقنية هي هيئة لديها أعضاء في 35 عضو داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك 30 عضو صوتوا وخمسة توقف وثنين صوتوا دود وبالتالي هناك قرار سياسي أهم من هذه التفاصيل التقنية هناك قرار سياسي على أعلى المستويات تم تظهيره من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول لإيران بأن هذا السلوك هو السلوك يجب أن يتوقف الآن كيف يرد عليه سياسيا هل هذا التصعيد سواء في قرار الوكالة أو في قرار إيقاف 27 كاميرا بإمكانه أن يوصل الطرفين إلى صيغة معينة أو إلى تسوية معينة طالما الطرف الإيراني كان يقول أنه نعقاب قوسين أو أدنى من إبرام هذا الاتفاق هل هذا الضغط الداخلي في إيران تحدث منذ قليل عن موضوع المظاهرات الخارجية هل الضغط الخارجي الذي تلوح بإسرائيل في الخارج بإمكانه أيضا أن يذهب بإيران إلى قبول تسويات معينة أم لا أم نحن ذاهبون كما تريد بعض السينوريات أن تقول إلى صدام كبير على لشاكلة ما لوحت به من نشر المنظومات الصاروخ ما ذكرنا وفيات غامضة لعلماء إيرانيين هل نحن أمام اختيالات أو حوادث طبيعية بحقيقة طبعا هذا موضوع مخابراتي ولن ندخل به لنمتلك المعطيات وحتى الطرف الإيراني لم يوجه الاتهام بكل هذه العمليات إلى الطرف الإسرائيلي وبالتالي لدينا شعور أن الموضوع ممكن أن يكون مختلط من الخارج من الداخل وفي الطبيعية كل ذلك لكن هذا لا ينفي أن أحد أدوات الحرب هي الحرب المخابراتية المشنة ضد إيران من قبل إسرائيل منذ عقود وأن العمليات التي استهدفت إما قيادات للقاعدة إما قيادات إيرانية في الحالة الثوري إما قيادات لها علاقة بالبرنامج النووي أو البرنامج الصاروخي كانت دائما تفاجأنا بأن لإسرائيل أيدي داخل إيران تسمح بالقيام بذلك والأمر خطير جدا لأنه بالإمكان إيران أن تقول لا أريد الإنجراء إلى حرب مباشرة وأسرائيل لا تدخل في حرب مباشرة والعالم أيضا المنشغل في الحرب في أوكرانيا ليس لديه الترف الخوض يعني الدخول في حرب أخرى لكن سيترك المجال إلى هذا النوع من الحروب وخصوصا الحروب التي لا يعلن مسؤوليتها المسؤولية عنها على الرغم من الإسرائيلي في الأسابيع والأشهر الأخيرة بدأ يتحدث ولو بشكل ولو عبر صحافته عن مسؤوليته عن هذه الهجمات هذا أمر يفترض أن يقلل الطرف الإيراني خصوصا أن إيران حتى لو كانت تمتلك من الأدوات في العراق في سوريا في لبنان وربما في الداخل الفلسطيني لكن ثبت أن الأدوات الإسرائيلية ما زالت أمضى وأكثر ضررا في الداخل إيران ترجمة نانسي قنقر